حضر مراسم افتتاح مستشفى عزل ومركز علاج حالات العدوى رئيس اركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا ووزير الاعلام شبلي فراز ورئيس هيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني عاصم سليم باجوا والسفير الصيني لدى باكستان يوزينغ وتقدم جانب الباكستاني بالشكر للصين على دعمها القوي لباكستان في مكافحة الوباء قائلا ان الحقائق اثبتت ان باكستان والصين تتمتعان بصداقة وثيقة تجلت في احلك الاوقات وستستمر باكستان في التعلم من تجربة الصين في مكافحة كونفت 19 من جانبه اشهد الجانب الصيني بعلاقات الصداقة والاخوة الحميمة التي تجمع الصين وباكستان وكذلك الدعم المتبادل لبعضهما البعض في الاوقات الصعبة مشيرا الى ان هذا الدعم المتبادل الذي ظهر في مكافحة المرض يجسد روح مجتمع ذي مستقبل مشترك بين الصين وباكستان هذا وقد تم بناء مستشفى عزل ومركز علاج حالات العدوى بدعم من الصين لعلاج مرضى كونفت 19 وسيتم استخدامه في علاج حالات العدوى بعد انتهاء كونفت 19 حسب مقالة الجانب الباكستاني